في حتة انه هو احنا يعني اه احنا محتاجين فلوس بس احنا يعني هتجي لنا بالطريقة دي تجي لك بالطريقة دي بسبب اسمك لكن ليه الاندية اساسا هتاخد فلوس الستاشر نادي التانيين تبقى للاتفاق ببساطة لانه الاهلي والزمالك مهم انه هم يبقوا طول الوقت مرتبطين تماما باندية الدوري وانه هم يبقوا عارفين وده اللي معروف وده سبب ان الاندية التانية هتاخد مقابل وصفة من جانب احمد دياب بالملايين لان ماتش الدربي ده هو عبارة عن عنوان للدوري كله ببساطة الاهلي والزمالك مش هينفع يلعبوا دوري من غير 16 نادي ويبقى الاهلي والزمالك هو العنوان الاحلى والاشهر والاكبر للدوري ككل عشان كده الكل لازم يستفيد مش بس الاهلي والزمالك عشان كده مثلا الدوري الانجليزي عائد البس بيتوزع بفروقات بسيطة ما بين البطل وصاحب المركز الاخير ليه؟ لان قوة الدوري بتتعلق بكل الاندية اللي مشارك فيها على مستوى البطولة المحلية دي كلها ايجابيات جاي لك من هذا الامر المتفق عليه واللي منتظر ان يتم خلال الايام اللي جاية ناس قلت لك احنا كده بنعمل تجربة لم تحدث من قبل كرويا لم تتم لكن كان في محاولات لتنظمها ابرزها في اسبانيا على مدى مرتين متتاليتين اخرها كانت سنة 2019 واولها كانت سنة 2017 كان في مباراة كلاسيكو اقترح ان هي تتلعب بره في الصين كان في مباراة 2019 بين برشلونا وجيرونا اللي اتنين من كتالونيا طب ما تيجوا نلعب اللي اتنين وافقوا وربطة الاندية خفيرتي باس وافق وقال لك يلا طلع معترضين واختلفة على مستوى الرعاة النقطة دي عندنا محلولة لانه احمد دياب لما تكلم قال ايه؟ قال ان القصة دي بنفس الرعاة بتوع ربطة الاندية بتوع كل نادي وكأن المباراة بتلعب في مصر فمحلولة فمش شرط ان هي عشان فشلت هناك لازم تفشل هنا لان الفكرة بالاساس كانت موجودة واجهت اعتراضات هناك على ما يبدو لم تواجه اعتراضات هنا وبالتالي عادي مش لازم تبقى انت بتقلد سواء في النجاح او في الفشل انت بتحاول تستفيد من دروس النجاح ومن دروس عدم النجاح بره تحاول تخلي انت نجاح ده ممتاز لو الموضوع ماشي معك بالشكل ده بالمناسبة اتكررت القصة في ماتش الفيا ريال واتليتكو مادريد والاتنين قالوا احنا موافقين يلا بينا رح بس رد برضو اكتر من معترض ولم تتم في النهاية لكنها تكررت على مستوى الفكرة ليه؟ علشان عايزين كلنا نستفيد ماديا ولما بصوا بره في الصين لو انه وامريكا لو انه ده تاني ايراد بس تلفزيوني بيدخل للاندية بعد اسبانيا فلقوا ان في مليار دولار بيدخلهم من هذه المنطقة طب ما تيجو نروح نزود القاعدة هقولك برضو ان هي اه ما تمتش في النهاية لكن هي تمت في رياضات اخرى اكبر من كرة القدم هو فيه اكبر من كرة القدم لا مش اكبر شعبية لكن اكبر فلوس الان بي ايه من ثلاث شهور او اقل يوم ايه بالزبط 11 يناير اللي فات اللي فات من ثلاث شهور كان فيه ماتش ما بين كليفلند كاباليرز وبروكلين نوتس اتلعى في فرنسا ام بي اي امريكا اتلعى في فرنسا في اطار برنامج اتعمل وتشكل وقعدوا سنوات يعملوه اسمه ام بي اي جلوبل جيمز يعني مباريات ام بي اي العالمية فرحوا لعبوا في فرنسا اللي هتستضيف الاولمبياد كمان كم شهر ولعبوا في ملعب من الملاعب والمباراة لعبت واقيمت وكان فيها نجوم ماتش ام بي اي محلي من امريكا اتلعى في فرنسا وراحوا الامارات وراحوا وراحوا فتنفذت قالوا ليه القصة بتاعت الام بي اي جلوبل جيمز دي علشان نوسع قاعدتنا الجماهيرية ونوسع القاعدة المادية فتزيد الاستفادة هي دي الرياضة دي الرياضة الحديثة اللي مش هقولك انت مضطر او احنا مضطرين نتعامل معاها لكن مهم ان نواكبها لنستمرارها بكل بساطة قائم على وجود الماديات ولكن للمعترضين منطق بعيدا عن اللي معترض من اجل الاعتراض انا بتكلم على اللي عندهم منطق لانه مهم جدا ان تجربة زي دي نستفيد منها نستفيد باراء المؤيدين واراء المعارضين هي مثلا ممكن تبقى بتبين لك انك عندك مشكلة في تنظيم المباريات وانك تاخد نفس الاستفادة اللي هتحققها من لعب في الخارج لما تنظمها في الداخل يعني مثلا بتبين لك انه اه في السعودية الملعب كله هيتملي العشرين او الاربعين الف على حسب الملعب لكن في مصر انت لسه ما بتملاش الملعب كامل فبيبين لك انك عندك نقطة محتاج تطورها بيبين لك انك دخول الجمهور السالس مهم ان تنقله الى مصر في المباريات بيبين لك ان ارضيات الملعب اللي